الحديث أكثر حول هذه التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا في بيت للكل رئيس ديوان الخدمة المدنية عطوفة سامح الناصر أهلا بك في برنامج بيت للكل أهلا بك أهلا بك عطوفتك النظر التقليدية لبعض المهن هل اختلفت في الواقع الحالي ولماذا أيضا اختلفت بسم الله الرحمن الرحيم أنا في غاية السعادة في التوارث بهذا البرنامج الحواري المهم حقيقة واللي باك السحارة التكاملية بين الدول العربية اللي احنا كلنا منسح لها حقيقة الهدف الرئيسي حقيقة أنه احنا نستجيب كأجهزة إدارة عامة كأجهزة غندنية للمسردات والمتغيرات وما يتمليها عمليات التطور التقني والتحول الرقمي من حولنا واللي احنا بضرورة نتأثر به كجزء من هذا العالم احنا شفنا النتائج الكبيرة اللي املتها حقيقة التطورات التقنية وتكنولوجية واللي انعكست هميتها في التعامل مع جائحة كورونا العديد من المؤسسات الحكومية انتقلت بالكامل نحو أتمتت وتحول خدماتها الكترونيا وديوان كاملا للدوائر الرائدة حقيقة في الأردن وحتى احنا في المنطقة عدينا مجموعة من الأدلة اللي ساعدت حقيقة في التعامل مع الجائحة وكفية العودة إلى العمل والعمل عن بعد وكل ما يتعلق بهذا الجانب هناك أخي ابراهيم بالضرورة في مهن وأعمال زي ما أشرت في بداية ستندثر وهناك مهن وأعمال تستحدث وهذا شيء طبيعي الآن المطلوب مننا احنا كدول عربية أن نتعامل بشكل استباقي مع هذه الاحتياجات نهيئ معاهدنا نهيئ جامعاتنا بحيث تقوم بإعداد الموارد البشرية القوى العاملة بشكل يخدم غايات القطاع الخاص بشكل أساسي ويستجيب لهذه التحولات المتلاحقة والمتسارعة وإحنا أقدنا مؤتمر صحفي في 6-8 قبل إعلان نتائج توجيهي بفترة مناسبة نطلع فيها أبنائنا وذويهم على واقع هذه التغييرات وضرورة أن لا نعتمد على الأسلوب التقليدي المرتبط بالثقافة المجتمعية بحيث أنه ما أظن أنه أنا أستمر بنفس النهج والله لأنه من عمي دراس التخصص معين أو لأنه كده أو لأنه فلان صار مثلا ردو الأعمال ناجح وكده أرجع بشوف شو درس هذا الموضوع ما عادي يكون مقبول يجب أنه إحنا نتروى نشوف باقع سوق العمل نشوف ما هي الاحتياجات اللي بدو إياها سوق العمل إحنا منعتقد أنه وان هذا بيانتو في المؤتمر الصحفي يجب أن نقبل على مهن المستقبل هذه المهن اللي هي بالضرورة زي ما حكينا تطور العمي والتقليلوجي هو بمليها وبفرضها مية في مية حتى بعض المهن التقليدية مثلا خد عمال الميكانيك على سبيل المثال ما عادت بالشكل التقليدي اللي احنا ما نشوفه بالسابق أصبح الآن كله بتعامل مع الأجهزة مع الكمبيوترات بالضبط مع الكمبيوتر وبالتالي وهناك أيضا في عنا عمليات جراحية كبرى تدار عبر المحيطات من خلال الدكاء الاصطناعي وعمل الروبوتات احنا الآن عندنا متاجر افتراضية عندنا عمل افتراضي عالم افتراضي وبالتالي هاي المهن والتخصصات المرتبطة في تطور التقني والتكنولوجي والتحول الرقمي هي الإله المستقبل هلا فيه عندنا احنا عرضنا في المؤتمر الصحفي لواقع التخصصات بشكل عام بالضرورة يجب أن يتم تحجيم القبول وأخذ مجلس تعليم العالي قرارات مهمة احنا بالأردن يمكن منحاول أن نركز على عمل التشارك بين الجمائر الحكومية وهذا انعكس في الدراسة احنا بنعملها بشكل سنوي لكن نسعى الى نقل مقرجاتها على موقع القبول الموحد اللي من خلاله الطلاب يقوموا بالتسجيل في التخصصات اللي رحيت تحقوا فيها هل يوجد هناك اي احصاءات تثبت ما هي المهن الجديدة وما مدى اقبال الشباب والشابات عليها من خلال ديوان الخدمة المدنية نعم هو بده يكون واضح يعني شأننا شأن معظم دول العالم 70% أو 80% من القوى العامل يجب أن تتحول نحو التعليم التقني والفني وحتى في بعض الدول العربية الشقيقة يعني ماشي في هذا الجانب بشكل قوي وبنعكس على حجم البطالة اللي عندهم للأمانة احنا في الأردن لا نزال من الروح بالنسبة العظمى على التخصصات الأكاديمية في العلوم الإنسانية وخصصها التعليمية والتربوية فاحنا بينا في المؤتمر الصحفي انه في مجموعة حوالي 39 تخصص هذه يعني راكلة تماما وفيها النعدات كبيرة منها وبالتالي مجلس التعليم العالي مشكورا الشهر الماضي أخذ قرارات بتحجيم القبول فيها بواقع 50% هذا التراغم ما بين مؤسسات الدولة حقيقتا الهدف الرئيسي انه احنا في حكومة نوفر للمواطنين المعلومة الدقيقة احنا مش بس بنوفر لهم حالة التخصص من حيث انهم كونوا يعني مطلوب أو غير مطلوب كما ظهر يعني الاخوان سيده هو على الشاشة لكن كمان بنبينهم أعداد الطلبة المتحقين على مقاعد الدراسة احنا سنويا بتخرج لنا حوالي 70 ألف ما بين دبلوم شامل وبكالوريوس القطاع الحكومي لا يوظف سواء 10 ا 12 مئة منهم اذا الرسالة الاساسية اني انا يجب لمؤسسات تعليم عالية اني انا استكشف حاجة القطاع الخاص وخطوطها للقطاع الصناعي والانتاجي هذا بتطلب من كوادر البحث في الجامعات انها تعمل دورها الاساسي والحقيقي بتوجيه الطلبة في توجيه ايضا؟ بداية بداية بتتحدد ما هي الاحتياجات اللي بحتاجها هذا القطاع الخاص من خلال استشعاره من خلال دراسات ميدانية واعكس هذه الاحتياجات على محساقات التعليمية والتدريبية بحيث ان انا اعد الكوادر البشرية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بمعنى اخر هي بدا تكون ديمان دريفن معنى اخر الكوادر اللي تم تهيئتها سواء الاحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الاقليمي تكون جاهزة للانخراط بشكل سريع حسب احتياج القطاع الخاص وهذا ما يقوم فيه الجامعات والمعاهد في الغرب احنا للأسف يعني لسه النظرة عنها ما وصلت في عمليات الفوركاستنج او التنبؤ الى المدى اللي احنا بدنا اياه بحيث انه انوجه الشباب نحو زي ما حكينا المهن المرتبطة في تطور التقنية والتكنولوجيا مهن المستقبل في انه حالي مثلا احنا نعرف انه كمان في الان تركيز على موضوع الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المرجدة الدديل هناك العديد من التخصصات التي اصبحت متاحة والتي اصبحت مطلوبة ولكن هل هناك ثقافة عيب في الاردن؟ يعني ايضا هناك بعض التوجهات احيانا من قبل الشباب والشبات في اختيار التخصص نتيجة الثقافة نتيجة ضغط من الاهل او حتى لمجرد انه هذا الشخص او هذا الطالب يريد ان ياخذ البكالوريوس فقط يعني اتكلم بكل صراحة ووضوح احنا يعني في الدول الغربية يتم اعطاء قيمة لهذا العمل من المرحلة الروضة حتى وبتلاقي الطفل يدخلوه في النحضانة بصير يتعامل مع الادوات والمعدات وبالتالي بتلاقي الشاب او الشابة بتعامل مع العمل المهني من مراحل مبكرة واذا يعني احنا كلنا بنعرف حتى في الدول الغربية بتلاقي سواء كان رئيس جامعة ولا كان نائب ولا كان رجل اعمال ولا كان وزير يشتقل بيده في البيت ما بيجيب واحدا لانه كلفة العمالة هاي مكلفة جدا احنا للأسف لما منيجي على المرحلة اللي بتتحول فيها الطالب نحو التعليم المهني للأسف ما منيجيب منيودي المعدلاتهم مش عالية ما منعطيهوش القيمة الحقيقية بالعكس انا لازم اودي عليه احدى العلامات لازم انا احفزهم لازم انا اورجي القيمة لهذا العمل احنا القيمة المجتمعية للعمل المهني في الاردن بتكلم بشكل خاص ما وصلت للمرحلة اللي فعلا بيستحقوا هذا العمل مهم وعمل مجدي احنا نقوم بمتابعة ورصد ما يتم الاخبال على من قبل شبابنا طبعا كان في دور بيس على ضوء التقديل اللي وفرناها لمليس تعليم العالي باستحداث عدد كبير من التخصات الحديثة مثلا اعطيك مثال مثلا خطة تخصص الامن السيبراني احنا بالمعلومات اللي قمنا بجمعها بتنسيقها هيئة اعتماد مؤسسة تعليم العالي ووزارة التعليم العالي في عنا حاليا 2792 على مقادة الدراسة اخذ مثلا تخصص علم الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات وقواعد البيانات انه حوالي 2292 اذا هناك في اقبال بس برضو وبنفس الاهمية ما بدنا كمان عملية تكون منفلتة بدنا يكون فيها ضبط بحيث انه ما ستصير هاي التخصصات كمان مشبعة لذلك عمليات الرصد اللي انا حكيت فيها في البداية من خلال اقسام متخصصة في الجامعات والمعاهد تقوم برصد حركة التخصصات والطلب عليها والقبول عليها بحيث اذا بصلنا احنا لمرحلة يعني الامن السبراني من التخصصات المطلوبة تعتبر وبالتالي اذا بصلنا لمرحلة كافي من حاجة السوق المحلي والاسواق المحيطة فينا يتم الان تحجيم القبول فيها وهذه عمليات متابعة يجب ان تقوم بها الجامعات نعم جاشينا نقطة مهمة كمان انه واحدا مشعر انه الطالب في مرحلة التعليم العام في المدرسة وايضا في الجامعة بتخرج لا يمتلك المهارات الحياتية الأساسية وايضا نعم ولا الكفايات الأساسية اللي هي بتمكلوا من انه يقدر يعبر عن نفسه يقدر ينخرف السوق العمل يكون عنده مهارات وقدرات أساسية سواء كانت مهارات لغوية سواء مهارات استقدام الحاسوب وغيره هذه الكفايات نحن نعرف في الدول الغربية الآن ما عادوا يرقصوا على الجانب التخصصي او المعرفي بقدر ما يرقصوا على الكفايات وعالقدرات هذه المساقات المهارات الحياتية والكفايات المختلفة وخصوصا ما يتعلق بريات الأعمال ريات الأعمال يجب أن يكون مساق إجباري في الجامعات بحيث انه اذا اخفقت مثلا باختيار التخصص واختر تخصص غير مطلوب بقدر من خلال ريات الأعمال أفتح مشروعي الصغير سواء كان إنتاجي أو سواء كان خدمي وأقدر أين نفسي أشغل نفسي وأشغل الآخرين. صحيح هو عطوفتك تفكير الشباب اليوم في استقلاليتهم في فتح مشاريع ريادية خاصة بهم ولكن في بعض الحيان يكون هناك خوف يعني نتيجة أن هذا الموضوع ممكن أن يكون خطر أو ليست وظيفة ثابتة هل برأيك يجب أن يكون أو هل تشجع على أن يكون للشاب وظيفة ثابتة حكومية وأيضا بالمقابل هناك عمل حر ومشاريع خاصة. سيدي هو بكل دول العالم من الشيء الثابت دول العربية أو دول أجنبية أنه القطاع العام هو المفروض يكون المشغل يعني الأقل في السوق العمل وهذا حقيقة يعني هو يشغل بين 10 إلى 12 من إجماد قوة العمل المشاكل الحقيقة هو القطاع الخاص بداية. وفرص التطور والتقدم في القطاع الخاص كثير أسرع من القطاع العام إذا ما كان الشاب أو الشاب يمتلك المهارات يمتلك الكفايات التي فعلا يحتاجها القطاع الخاص التقدم في الجهاز الحكومي موجود لكنه ليس بسرعة التي يمكن أن أكون في القطاع الخاص بنفس الوقت المشاريع الرياضية قضية مهمة في دول العالم بين 25 إلى 30% من قوة العمل هي من خلال المشاريع الصغيرة أو متلاهية الصغر وجلالة الملك يولي أهمية لهذه المشاريع وتم تغفير دعم كبير من خلال مشروع البرنامج تشغيل ذاتي انهض تم تقصص حوالي 100 مليون دينار لهذه المشاريع وبنفس الوقت ثم ولي العهد وأيضا دورة الرئيزة العديد من النماذج الناجحة أنا أذكر مثلا الشاب الذي ألشى مزاعة الأسماك هو بلش لحاله الآن بشغل خمسة معه هذه المشاريع هي بتشغل 25% من قوة العمل وتتيح فرص عمل أيضا لأشخاص آخرين بانتظار أيضا يضيف بالضب لكن الفكرة الرياضية رياة الأعمال نحن ليس كثيرا في الأردن الشباب أن هذا الموضوع للسعب نحن نحاول في الديوان نطور في هذا الموضوع الآن أنجزنا تقريبا المراحل الأقيرة من الرخصة الوطنية رياة الأعمال بحيث الشباب اللي اختاروا تخصصات راكدة ممكن من خلال إخضاعهم في حضنات أعمال و 30 إخضاعهم لمجموعة من التدريب نخضعهم لامتحان بأخذوا الرخصة الرخصة هذه بتمكنه يروح على صندوق التنمية وتشغيل يأخذ قردي ويفتح مشروعه لأنه بصراحة المشاريع اللي كانت تموم من قبل الجهات الحكومية يعني ما كانت حقيقة تستثمر بالشكل المطلوب وبالتالي كان في عنا مشاكل في هذا الجانب إذن لازم يكون في تكامل ما بين جميع الأطراف في سوق العمل سواء كان قطاع عام قطاع خاص مؤسسات التعليم عالي وسائل إعلام الأسرة حتى فعلا إحنا نستثمر طاقات وإمكانيات أبنائنا وبناتنا يعني عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر شكراً على وجودك معنا اليوم في بيت للكل وسعيدين جداً بهذا الكلام وهذه النصائح يعني أكدت من خلال حضرتك بأنه هناك يجب أن يكون رسالة ألمية واضحة أيضاً تساهم في تشجيع وتوجيه الشباب كل الشكر وسعيدين مرة أخرى اشتركوا في القناة